أكدت مقررة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني نورة علي عبد السميع أكدت أن الحوار الوطني تجربة وطنية متفردة وحوار بناء لمناقشة القضايا المختلفة بما يليق بالجمهورية الجديدة وأكدت في كلمتها خلال الجلسة الأولى من الحلقات النقاشية أكدت استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق عائد بقيمة 30 مليار دولار تماشيا مع رؤية مصر 2030 مشيرة إلى أنه يتم العمل من أجل تحقيق ذلك